عندك ذنب ذنب شبير بداخلك؟ تخصيري تخصيري يا رب العالمين مثل او تخصيرك يا اهل او تخصيرك يا عزيز سوياه موقف تتندم عليه اقول انا قصرتك انت ندمان بموقف ما؟ اي ندمان؟ تعترف النبي؟ والله استاذ اثير لا صعب هو الموقف عائلي حيخصني هو كل شي يضرب العالمين لكن احنا بفترة النزوح نعم نزحت الكركوك هو الفترة كم شهر بعدين رحت للكوت يعني بس شوية صفة الورعية حتى على الطريق تسهيله وروح فاثناء هاي الفترة ام يزن كانت حامل يزن يعني اهلها ببغداد بغداد اجدادها كاظمي يا اما يعني فبالنزوح راحوا البغداد هما فصارت يعني الولادة ببغداد مستشفى الجوادين طيب ما قدرت اروح لديت تقريبا اربعة شهر بعدك بكاركوك؟ بعدني بكاركوك ومع العلم اجتني فرصة اروح بس ما اعرف شن اللي خلاني ما اروح هنا حسيت نفسي بقصر وممكن يعني وضعية هايزن لحد الان يعاني من هاي كله رايحاني لو جايبهم يعني لازم اكون انا موجود اذا يجون هما وانا اروح ما اوقع بهذا المرض مريض؟ ضمور بالدماغة مم مسكين تأخر شوية وانا مو يمهم والوضع كان يعني بس ما تقدر اعتقد انه تسوي شي لانه هذا مرض يعني هو احنا نقول امر رب العالم ما تقدر يعني حتى وان تكون موجود شن لكل شي اكو سبب استاذ اثير مو اكو يقول انك اكو اسباب لكل شي اكو اسباب يعني ست جاي تحمل نفسك ذنب يجوز انه انت اي انا شوف الله استاذ اثير ذنبك انت هو يا رب العالمين ترى الذنب الحقيقي هو يا ربك اما الباقي هو الناس انت هواء الناس ما راضي عليكم ما طبعا يعني من يمها اصلا ترى انت مان قصر واحد يجوز واحد يقول لك اني والله استاذ اثير كذا وكذا وكذا ما تجي تقول لي ايش تعرف اي سوي ايك موقف يقول لك لا ولا بس انا شو ما ارتاح له انت شو ما ترتاح له واحد هذا الذنب يجوزاني مرات افلان ما اسلم علي اظل اراجع نفسي خفاني غلطان وياه خفاني كذا ثلاثة اربعة الذنوب ترى من الناس مو مني احمد يلا نسمع لانه حركة نصار قليل جدا تسلم